أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد الرابع للسنة الثانية من المجالة الدولية للسياسات العامة في مصر والتي تنشر أوراقا بحثية متخصصة لباحثين من جميع أنحاء العالم في مجال السياسات العامة للاستفادة من الخبرات الوطنية والإقليمية والدولية تضمنت المجالة عدة دراسات من بينها دراسات متعلقة بالتحول للأخضر وطرح التوصيات من بينها استحداث سياسات إدارية وتنظيمية للانتقال إلى الاقتصاد النظيف ومصادر الطاقة المتجددة ووضع ضوابط للاستثمار وتحديد معايير للسلع منخفضة الكربون بما يساعد على تقليل انبعاثات الكربون